نفذت القيادات الأمنية واجبات في بغداد للإطلاع على الالتزام بتطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بالمحافظة على عمل المؤسسات وانتظام العملية التربوية ومنع غلق المدارس أو قطع الطرق أو الجسور بهدف تعطيل حياة المواطنين وذلك ضمن استراتيجية التمييز بين حق التظاهر السلمي ومنع تعطيل المؤسسات وعلمت قناة صلاح الدين من مصادر مطلعة أن القيادات الأمنية قد وضعت خارطة طريق لفرض سيادة القانون بشكل تفصيلي من خلال التقيد بتنفيذ القرارات الحكومية لمنع استغلال الظروف الاستثنائية في تنفيذ مخططات سياسية أو اجتهادات فردية تؤثر في الحياة اليومية للمواطنين وفي مقدمتها الوضع الأمني واستقرار السوق وقطاع التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر